الحسنى قال قلوا الناس والناس هنا تشمل المسلمين وغير المسلمين وجاء في الحديث وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فحيث ما كنتم إذا خالقتم الناس بخلق حسن فإنكم تؤدون رسالة هي رسالة دينكم فهذا الدين هو دين التسامح ودين السماحة ودين الكلمة الطيبة وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما قال عليه الصلاة والسلام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والكلمة الطيبة صدقة فالذي أوصكم به في العلاقات مع جميع الناس أن تكون علاقات ودية أن تكون علاقات تقوم على التسامح تقوم على الكلمة الطيبة فضلاً أن لا تؤذوا أحداً إذا كنت لا ينبغي أن تقول لشخصه لا كلمة الطيبة فكيف تؤذيه؟ كيف تشويه دينك بما يسمى بإرهاب بإذاء الآخرين بقتل الأنفس البريئة بالاعتداء على الأموال على الممتلكات هذا ليس من خلق المسلم به شيء فالمسلم لا يظلم المسلم لا يعتدي المسلم يمتذل أمر ربه والله سبحانه وتعالى يقول لعباده يا عباديني حرمت الظلم على نفسي وشعرته بينكم محرماً فلا تظالموا العلاقات مع الغير تقوم على المسالمة تقوم على المصالحة تقوم على الود تقوم على البر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين تقوم على التهاني المتبادلة في الخير تقوم على التعزيتي لمن أصيب في مال أو في ولد أو في قريب تقوم على عيادة المرضى على الإحسان على المرضى هذا دينكم يقدم إليكم حسن الخلق يقدم إليكم مصطرة حسن الخلق مع الآخرين ولهذا فإني أدعوكم إلى أن تقدموا دعوة الإسلام بالقدوة الحسنة وبالمثال الطيب وبالنموذج الصادق للإنسان الصالح قبل أن تقدموها بأرسنتكم وبأقوالكم وبالبراهن التي تقدموها إن دينكم دين جميل يجب أن تكونوا أيضاً أناساً جميلين فأنتم تحملون ديناً جميلاً نفيساً تحملون الرسالة الأخيرة من رب العالمين إلى البشرية وقد قال الله سبحانه وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبي وقد صدق هذا الوعد وتبين هذا العهد فما قامت قائمة لرسالة بعد أن أرسل الله النبي الخاتم قبل ألف وأربعمائة سنة وكل الدلائل صدقت هذا النبي صلى الله عليه وسلم فتبسكوا بدينكم لكن في نفس الوقت يجب أن تحبوا الخير لغيركم لا من واحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالأخوة أخوة في الدين وأخوة في الإنسانية ولهذا يقول شمع من العلماء كالنووي وهو شافعي وشبرخيتي وهو مالكي وابن رجب الحنبري وهو حنبري يقولون جميعاً الأخوة هنا تشمل الأخوة الإنسانية إذن هذا كلام فسر به العلماء قبل قرون أن تحب البشرية لأنهم خرقوا الله سبحانه وتعالى فمن محبتك لله سبحانه وتعالى أن تحب الآخرين أن تحب هدايتهم أن تحب الخير لهم أن تكون متواضعاً في نفسك أن تكون موثراً لغيرك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أن تعمل في مجال الخير أن تصلح ذات البين أن لا تختلفوا ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذابرعكم أن تكون مجموعتكم في مساجدها تشع على الناس الخير والرحمة والبركة ولا تقدم للناس الأذى والصلفة والكبرياء فأنتم دعاة لدين عظيم فكونوا عظماء أيضاً هذه وصيتي لكم فأرجوكم أن تراجعوا الحقول الأربعة وهناك من إخوانكم وإخواني من سيشرح لكم كل ذلك بتفصيل وتوضيح وتحياتي لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسأل الله أن يشملني وإياكم بنطفه وعطفه وأن يجعلنا جميعاً من عباده الصالحين وآخر دعوانا أي الحمد بالله رب العالمين شكراً للمشاهدة